موسيقى أعزائي المتابعين طلاب الصف الخامس اللي ابتدائي النهاردة معادنا مع حلقة جديدة من حلقات شرح مادة العلوم تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم درسنا في الحلقات السابقة الوحدة الأولى اللي كانت بتتكلم عن الاحتكاك أنواعه العوامل اللي بتأصل عليه وتطبيقاته وكمان عيوبه ودرسنا بعد كده الوحدة التانية اللي كانت بتتكلم عن حاجة مهمة قوي الجهاز الدوري والجهاز البولي واتفقنا أن الجهاز الدوري في جسم الإنسان والجهاز البولي بيكملوا عمل الجهاز الهضمي اللي درسناه في سنة 4 ابتدائي والجهاز التنفسي وقلنا أن الجهاز الهضمي بينتج عنه الطعام المهضوم وقلنا أن الجهاز التنفسي بينتج عنه غاز الأكسوجين واللي بينقل الطعام المهضوم والأكسوجين إلى خلايا الدم هو الجهاز الدوري وكمان بينقل الفضلات إلى أعضاء خاصة وجينا في الدرس التاني عرفنا أن الأعضاء الخاصة دي هي أعضاء الإخراج في الجهاز الإخراجي ومنها الجهاز البولي تعالوا مع بعض النهاردة نكمل تفاصيلنا عن الإخراج في الإنسان زي ما قلنا هنكمل النهاردة في حلقتنا الدرس الثاني في الوحدة الثانية الإخراج في الإنسان وتكلمنا قبل كده أن في حاجة عندنا اسمها مواد إخراجية إيه هي المواد الإخراجية؟ قلنا المواد الإخراجية هي التي تنتج من عملية مهمة وهي عملية إنتاج الطاقة النتجة من الغذاء الممتص أو الطعام المهضوم والأكسجين صح؟ كان بينتج عنه ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء كمان كان فيه فضلات تانية بتنتج عن تكسير البروتينات صح كده؟ وكنا بنقول إن اسم الفضلات دي الفضلات النيتروجينية وكان اسمها برافو عليكو البولينا وحمد البوليك برافو وكمان في جسمنا فيه نوعية فضلات تانية اللي هي الماء الزائد والأملاح الزائد تعالوا مع بعض نفتكر إيه هي أعضاء الإخراج اللي كانت بتخرج المواد الإخراجية اللي احنا قلناها أول حاجة عندنا هي الرئتين والرئتين يا ولاد بتخرج ثانية أكسيد الكربون وكمان بخار الماء بعد كده عندنا الكليتين في الجهاز البولي ودي متخصصة في إخراج الفضلات النيتروجينية اللي هي البولينا وحمد البوليك وطبعا الماء والأملاح الزائدة آخر عضو عندنا من أعضاء الإخراج هو الجلد والجلد ده أصلا أكبر عضو في الإنسان وهو فيه غدد عرقية الغدد دي بتخلصنا من الماء الزائد والأملاح الزائدة في صورة عرق خاصة في الصيف يبقى احنا كده في الأول رجعنا ان احنا اخذنا في الحلقة السابقة المواد الإخراجية ايهية وكمان أعضاء الإخراج في جسم الإنسان طيب دعالوا مع بعض نتفرج على فيديو من بنك المعرفة المصري بيلخص لنا نقاط الدرس اللي احنا درسناها بصورة حلوة جدا وبعد كده نكمل حلقتنا مع بعض لقد تعلمنا في هذا الدرس عن عملية الإخراج وهي العملية التي يتخلص فيها الجسم من المواد الضرة خارج الجسم وهناك أعضاء خاصة تمرر هذه المواد خارج الجسم دعونا نلخص هذه النقاط هناك نوعان من الفضلات داخل جسم الإنسان النوع الأول هو المواد الصلبة وهي أجزاء من الطعام لم يستطع الجهاز الهضمي هضمها ليتم امتصاصها والنوع الثاني هو المواد الإخراجية وتحتوي على المواد الضرة التي لا يستفيد منها الجسم وهي مواد سامة يقوم الجسم بالتخلص منها يتخلص جسم الإنسان من المواد الإخراجية عن طريق أعضاء خاصة الكليتان هما العضوان الأساسيان بالجهاز البولي ووظيفتهما تنقية الدم من المواد الإخراجية النايتروجينية الرئتان هما العضو المسؤول عن التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربوني خارج الجسم يقوم الجسم بالتخلص من الماء والأملاح الزائدة في صورة العراق الذي تفرزه الغدد العراقية أسفل الجلد يتكون الجهاز البولي من أربعة أعضاء رئيسية وكما ذكرنا من قبل فإن الكليتين تقومان بتنقية الدم من الفضلات النايتروجينية حيث تفصلها مذابة في صورة بول ينقل الحالبان البول من الكليتين إلى المثانة البولية تقوم المثانة البولية بتخزين البول إلى أن يتم طرده خارج الجسم تقوم قناة مجر البول بتمرير البول خارج الجسم حتى تحافظ على صحة الجهاز البولي فيجب عليك اتباع التعليمات الآتية شرب كميات مناسبة من الماء النقي يومياً وخاصة في فصل الصيف تناول الطعام الصحي والمتوازن والذي لا يحتوي على الكثير من الملح والبهارات تجنب الإصابة بمرض البلهاريسيا والذي يسبب البول الدموي نتيجة تدمير الشعيرات الدموية بالمثانة البولية وذلك بعدم التبول في قنوات الرأي لكي تحافظ على جلدك سليماً في حالة صحية جيدة عليك أن تقوم بالاغتسال والاستحمام يومياً دايما شفنا في الفيديو السابق نحن تكلمنا على أعضاء الإخراج في جسم الإنسان تكلمنا عن الجهاز البولي تعالوا مع بعض بقى أن يتكلم بالتفصيل عن وظيفة كل عضو من أعضاء الجهاز البولي طيب تعالوا الأول نفتكر مع بعض الجهاز البولي كان إيه هو؟ علشان اللي ما تفرقش على الحلقة السابقة يعرف ويفهم يعني إيه الجهاز البولي الجهاز البولي هو مجموعة من الأعضاء المسؤول عن إيه؟ تكوين وتخزين وإخراج البول يعني هي بتكونه وبتخزينه عندها وكمان مسؤول عن إخراجه خارج الجسم تمام؟ طيب تاني حاجة عندنا وظيفته بقى وظيفته أو إزاي بيعمل؟ هو الجهاز بيقوم بتنقية أو ترشيح يعني بينق أو بيرشح الدم من الفضلات النيتروجينية ليه البولينا وحمد البوليك والماء والأملاح الزائدة صح كده؟ وكمان بيخزينها عنده علشان بعد كده يخرجها خارج الجسم من مجرى اسمه مجرى البول طيب السؤال اللي بعد كده اللي ممكن ييجي فأزهرنا أين يقع الجهاز البولي في الإنسان؟ الجهاز البولي بيقع في التجويف البطني زي في الصورة بالضبط كده طيب السؤال اللي بعده مما يتكون الجهاز البولي في الإنسان؟ أول عضو أهم عضو في الجهاز البولي هو الكليتان رقم اتنين الحالبان رقم ثلاثة المثانة أو المثانة البولية والوريد القلوي والشريان القلوي تعالوا مع بعض نشرح كده إيه اللي بيحصل؟ طبعا من خلال الشريان القلوي بيتم نقل الدم اللي فيه فضلات تمام؟ يبقى الدم مع الفضلات بيتم نقله من خلال الشريان القلوي إلى الكليتان ده أول حاجة وبعد كده الكليتان بتقوم بتنقية الدم زي ما نعرف كمان شوية وهيبتدي الوريد القلوي هو اللي هينقل الدم النقي اللي هو مفهوش فضلات تمام؟ هينقل الدم النقي إلى القلب يبقى دلوقت مين اللي بيبقى فيه الدم مع الفضلات؟ برافو عليكم الشريان القلوي مين اللي بينقل الدم بعد خلاص ما تم تنقيته؟ تمام؟ الوريد القلوي يبقى دي أول حاجة تاني حاجة عندنا القلية اليسرى والقلية اليمنى تتصل بيه قناتين اسمهم قناتين الحالب الأيصر والحالب الأيمن وبتنتهي عند كيس عضلي اسمه المثانة البولية ثم مجرى البول نبتدي بالكليتان الكليتان يا ولاد هما عضو الإخراج الأساسي في جسم الإنسان موجودة فين؟ تقع الكليتان في الناحية الظهرية في التجويف البطني على جانبي العمود الفقري تاني في الناحية الظهرية في التجويف البطني وليس في التجويف الصدري على جانبي العمود الفقري تشبه في حجمها وفي شكلها حبة الفاصولية تمام؟ ولكن لونها أحمر داكن بيدخل إليها الشريان صح كده وبيخرج منها الوريد وتتصل بأنبوبتين رفيعين جدا اللي هم من الحالبان برافو عليكم إيه اللي بيحصل بقى يعني إيه تنقية أو ترشيح الدم من الفضلات النايتروجينية القلية يا ولد بتحتوي على مليون أنبوبة دقيقة تمام تشبه المصفاة كده عندنا في البيت هي دي اللي بتقوم بترشيح الدم من الفضلات النايتروجينية زي بالزبط ما كنا بندرس في الترم الأول ترشيح الماء والرمل صح كده كنا بنقول ورقة الترشيح بتفصل الرمل عن المياه نفس الكلام بالزبط بيحصل في الكليتين هي بتفصل الفضلات عن الدم النقي والفضلات دي بقى بتروح فين بتبتدي تتخزن في صورة زائبة في الماء الصورة الزائبة دي اللي احنا بنسميها أو فيما يطلق عليها البول تاني جزء عندنا وهم الحالبان طيب الحالبان عبارة عن قناة عضلية دقيقة تمتد من الكليتين إلى أسفل طيب تفتح في كيس كيس عضلي يسمى المثانة البولية حيث يتجمع ويخزن البول ويتم إخراجه عن طريق مجرى البول وهنا نوصل للمثانة البولية طيب المثانة البولية ياولاد عبارة عن كيس عضلي مطاطي طيب ليه مطاطي؟ علشان يتمدد عند تخزين البول فيه يعني حجمه بيبتدي يتمدد أو بيزغل على حسب كمية البول فهو كيس عضلي مطاطي بيتم تخزين البول فيه تمام؟ حتى يخرج من الجسم عن طريق قناة مجرى البول فبالتالي عندما تمتلئ المثانة بالبول بيشعر الإنسان بالرغبة في التبول السؤال الأخير وأهم سؤال عندنا في الدرس وهو كيف نحافظ على صحة الجهاز البولي؟ أول حاجة يجب شرب كميات مناسبة جدا من الماء يوميا للمحافظة على صحة الجهاز البولي وخاصة في فصل الصيف رقم 2 يجب الحفاظ على صحة المثانة البولية زي ما سمعنا في الفيديو بالضبط علشان أتجنب الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض البلحارسيا لأن مرض البلحارسيا أولاد بيأثر على الشعيرات الدموية الموجودة أو متصلة بالمثانة البولية رقم 3 عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة البولية لفترات زمنية طويلة كثير من أطفالنا بيفضل محتفظ بالبول لفترات زمنية طويلة وده خطأ وبيضر بالجهاز البولي وبيضر بالمثانة البولية فيجب التخلص من البول أولا بأول تعالوا مع بعض نستعرض بعض الأسئلة والتطبيقات على درسنا النهاردة تعالوا مع بعض نستعرض بعض النقاط والأسئلة اللي ممكن تيجي أن أتعرض لها في الدرسنا النهاردة قبل ما نشوف الأسئلة خلينا مع بعض نراجع مراجعة بسيطة على كل ما تم دراسته في الدرس الثاني في الوحدة الثانية الإخراج في الإنسان أول حاجة خدنا يا ولاد وهي إيه هي الفضلات اللي ممكن أسميها مواد إخراجية وفضلات ما أقدرش أسميها مواد إخراجية قلنا المواد الإخراجية هي تاني أكسيد الكربون وبخار الماء عن طريق الرئتين والفضلات النيتروجينية والماء والأملاح الزائدة عن طريق الكليتين وقلنا كمان الأملاح والماء الزائدة بتخرج عن طريق الجلد في سورة عرق لكن في فضلات ما أقدرش أسميها مواد إخراجية وهي الفضلات الصلبة لأنها نتج عن الطعام غير المهضوم يعني الطعام أصلا ما تهضمش وتم تغزينه في الأمعاء الغليزة تمام؟ هي دي الفضلات الصلبة اللي ما أقدرش أسميها مواد إخراجية بعد كده أخذنا الجهاز البولي في الإنسان وقلنا إنه موجود في التجويف البطني والقليتين تقع في التجويف البطني من الناحية الظهرية على جانبي العمود الفقري وقلنا إنها بتقوم وجهاز كله بيقوم بتكوين وتغزين وإخراج الفضلات النيتروجينية اللي هي حمد البوليك والبولينة في سورة ذائبة اللي هي إيه البول تعالوا مع بعض نستعرض أول سؤال أول سؤال معنا ضع علامة صحة أم خطأ رقم واحد يعتبر الجلد من أعضاء الإخراج رقم اتنين الحالبان هما العضوان الرئيسيين في الجهاز البولي في الإنسان وآخر سؤال المثانة البولية هي المسؤولة عن تغزين البول طيب خلينا مع رقم واحد أول حاجة هل يعتبر الجلد من أعضاء الإخراج طبعا بالتأكيد سمعتكم كلكم الإجابة صح لأن الجلد والكليتين والرئتين هما دول أعضاء الإخراج في الإنسان رقم اتنين الحالبان هما العضوان الرئيسيين في الجهاز البولي طبعا الإجابة بربو عليكم خطأ خطأ الإجابة خطأ لأن العضوان الأساسيين في الجهاز البولي هم برافو عليكم القليتين رقم ثلاثة المثانة البولية هي المسؤولة عن تغزين البول طبعا الإجابة صحيحة السؤال اللي بعده أكتب المصطلح العلمي العضو المسؤول عن استخلاص المواد الإخراجية النيتروجينية من الدم وترضها في سورة بول مين هو العضو ده؟ برافو عليكم العضو ده هو الكليتين طب رقم اتنين وعاء دموي يحمل الدم إلى الكليتين تعاونوا نفتكر مع بعض احنا أخذنا نوعين من أوعية دموية المتصلة بالجهاز البولي أخذنا الشريان القلوي وأخذنا الوريد القلوي طيب من فيهم كان بيحمل الدم إلى الكليتين يعني بيبقى دم غير نقي برافو عليكم الشريان القلوي ولكن الوريد القلوي بينقل الدم بعد ما تم تنقيته إلى القلب مرة أخرى رقم ثلاثة أنبوبة رفيعة تتصل بالكلية ويمر فيها البول طيب احنا كان عندنا أنبوبتين الاتنين أنبوبة رفيعة عضلية بتصل مينة الكليتين والمتانة البولية وكانت بتنقل البول منهم من الكليتين إلى المتانة البولية برافو عليكم الحالبان علل لما يأتي رقم واحد للعرق مضاق مالح طيب احنا قلنا العرق اللي هي الغدد العرقية اللي في الجلد بتخلصنا من إيه إيه من إيه نوع المواد الإخراجية اللي الغدد العرقية أو يعني الجلد بيخلصنا منها كانت الماء والأملاح الزائدة فلما يسألني علل لماذا العرق له مضاق مالح برافو عليكم لأنه يحتوي على الأملاح الزائدة في الجسم رقم اتنين لا تعتبر الفضلات الصلبة من المواد الإخراجية طيب أنا لسه إلهة لما كنا بنراجع نقاط الدرس قبل الأسئلة وقلنا أنه في نوع من الفضلات لا تعتبر من المواد الإخراجية وهي الفضلات الصلبة طيب إيه السبب؟ تمام لأنها عبارة عن الطعام غير المهضوم يعني لم يتم هضم هي طعام غير مهضوم وغير مفيد بيتم تغزينه في الأمعاء الغليزة سؤال معنا دلوقتي وسؤال مشهور جدا وبيجي في الامتحانات والاختبارات كتير جدا وهي أكتب بيانات الرسم عندنا هنا رسمة للجهاز البولي وطالب مني أكتب البيانات طيب خلونا كده نفكر مع بعض في رقم واحد رقم واحد هنا يا أولاد ماذا تمثل؟ برافو عليكم الكلية اليمنى برافو عليكم طيب لو كان حطاها هنا كنا نقول عليها الكلية اليسرى طيب نيجي هنا بقى رقم اثنين طيب رقم اثنين الأنبوبة دي ماذا تمثل؟ برافو عليكم الحالب الايصر وطبعا طلبنا الشطار لو كان الرقم هنا كنا نقول عليه الحالب الايمن برافو عليكم طيب رقم ثلاثة عند الكيس العضلي اللي كنا بنقول البول يسير 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 في الحالبان ويخزن في مين ده؟ برافو عليكم المثانة البولية آخر حاجة عندنا رقم أربعة رقم أربعة هي نهاية الفضلات في الجسم وهي برافو عليكم قناة مجرى البول احنا عندنا هنا كانت الكولية اليمنى الحالب الايصر المثانة البولية واخر حاجة واخر حاجة قناة مجرى البول وبكده نكون خلصنا مع بعض النهاردة الدرس الثاني في الوحدة الثانية اللي كان بعنوان الإخراج في الإنسان بكده يا أولاد نكون خلصنا في منهجنا الوحدة الأولى اللي كان بتكلم عن في الدرس الأول الاحتكاك والدرس الثاني تطبيقات الاحتكاك وكمان انتهينا من الوحدة الثانية اللي كانت بتتكلم في الدرس الأول عن الجهاز الدوري القلب الأوعية الدموية والدم وكمان انتهينا من الدرس الثاني اللي بتكلم عن الإخراق في الإنسان سواء الرئتين أو الجلد او حتى كمان الجهاز البولي الى اللقاء في الحرقة القادمة ان شاء الله ونبدأ مع الوحدة الثالثة بالتوفيق